مرحب بحضراتكم مرة كمان وخلينا دلوقتي نروح لمكر جريدة الشروق ومرسلتنا العزيزة نورهان ثمان عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في صحف المواقع منشطات أعتقد في غاية الأهمية على الساحة حاليا والأفضيت بتاعة كل ما يهم حضراتكم نورهان بونجور صباح الخير برحب بيكي وأكيد أنا وكريم سمعينك وكل سادة بالوقت المشاهدين يا صباح الخير يا نهواندو صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان نحن هنا من مقر جريدة الشروق نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم زي ما قلت يا نهواندو أول خبر معنا من جريدة المساء ومنشط الأهلي شباب الأهلي يتحدى المصري سوارس طالب لعبيه باللعب دون ضخط العميد هدفه الفوز للبعد عن شبح الهبوط يحل النادي الأهلي في التساع مساء ضيفا سقيلا على النادي المصري زي ما ذكر تقرير المساء في طبعا إطار الجولة السلاسين لمسابقة الدوري العام طبعا يمكن تقرير المساء قال أن ريكاردو سوارس المدير الفني للنادي الأهلي طالب لعبيه باللعب دون ضخط طبعا في المباريات المتبقية بشكل عام كمان في بطولة الدوري كمان خلينا نقول لكم أن مركز التالت أو النادي الأهلي بيحتل المركز التالت برصيد 59 نقطة بينما يحتل النادي المصري المركز التالي عشر برصيد 33 نقطة وكمان العميد حسام حسن مدير الفني النادي المصري طالب لعبيه بضرورة التحلي بالروح والعزيمة للهروب من شبح الهبوط خصوصا أنه منافسة مشتعلة جدا في قاع الدوري تاني خبر معنا من جريدة الشروق أرتيتا يستهدف ضم جوهارة بطل الدوري الإيطالي استهدف نادي أرسنال ضم اللاعب ساندرو تونالي نجم نادي ميلان الإيطالي طبعا بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي وقال طبعا التقرير أو ذكر تقرير الشروق أنه نادي ميلان يرفض بيع اللاعب إلا إذا بلغت قيمة الصفقة 55 مليون يورو وده الشرط الوحيد لنادي ميلان للاستغناء عن اللاعب في الفترة القادمة خبر التالت معنا من جريدة الرياض السعودية السوبر الأوروبي بين سطوة الريال وتموح انترخت طبعا النهاردة الساعة 9 إن شاء الله ريال مدريد هيواجه انترخت الألماني في مباراة السوبر الأوروبي وطبعا ريال مدريد بيسعى لتحقيق أو يمكن تأكيد على سطو فوزه وانتصاراته في أوروبا طبعا بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية وكمان يعني طبعا بطل دوري الإسباني كمان خلينا نقول لكم أنه يعني يمكن هو كمان شلسي هو طبعا بطل النسخة الماضية من البطولة آخر خبر معنا من جريدة الشرق الأوسط ويليامز مسيرتي في الملاعب التنس في ملاعب التنس اقتربت من نهايتها أعلنت سلينا ويليامز نجمت طبعا التنس عن اقتراب نهايتها في الملاعب يعني في الأيام المقبلة وقالت أنه في نهاية الشهر هيكون قرار اعتزالها هو الأقرب لطبعا تفرغها في الفترة القادمة لدور الأمومة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة الشرق شكرا لكم جدا وعود مرة أخرى إلى الأستودي شكرا جدا يا نورهان على هذه التغطية شكرا لكم جودة كل جديد